ان الواقع المفزع التي تفاقمت جراء تفشي جائحة كوفيد 19 ادى الى زيادة في معدلات الجوع وقوضت تأقلم المحرز في الحد من جميع اشكال سوء التغذية خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل هذا الواقع يعرف تفاوتا من منطقة لاخرى حيث تعد افريقيا احدى اكثر المناطق هشاشة كون العديد من سكانها يعانون ويلات النزاعات وما يرتبط بها من ازمات هذه الوضعية جعلت العديد من دول القارة خارج فئة البلدان التي تقل فيها نسبة الاشخاص الذين يعانون من سوء التغذية عن 2.5% من العدد الاجمالي للسكان بحسب تصنيف برنامج الاغذية العالمي التابع للامر المتحدة خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2020 مما يبرز ان سوء التغذية اصبح ذات طابع هيكلي في القارة ويحتاج التعامل معه من خلال مقاربة شاملة كما ان حالة الاستقرار بمنطقة الساحل والقرن الافريقيين تؤثر بشكل كبير على الامن الغذائي لبلدان هذه المناطق وسكانها وهي السبب وراء معظم الزيادة في انعدام الامن الغذائي بهذه المناطق بحسب التقارير الاممية كون النزاعات لا تؤثر فقط على القدرة الانتاجية الزراعية وانما تحد من امكانيات المؤسسات في التعاطي مع سوء التغذية وايصال المساعدات الانسانية اللازمة للمحتاجين وان الجزائر في هذا الصدد سيد الرئيس لا تتوانى في تقديم المساعدات الغذائية اللازمة لدول جوار بالساحل الافريقي وتعمل على تحقيق مشاريع تنموية من شأنها تحسين الظروف المعيشية للسكان وتضمن امنهم الغذائي اشتركوا في القناة